ثالثاً، اسم المفعول، واحد تعريفه، هو صفة أو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول للدلالة على ما وقع عليه الحدث حدوثاً لا ثبوتاً، مثل مدفوع، مسؤول، محطم، محتقر، مستفاد، فقولك مدفوع يدل على شيء قد دفع دفعاً حادثاً غير ثابث، بمعنى أن هذا الدفع يزول عن المدفوع بانتهاء الحدث. والفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول أن اسم الفاعل يدل على من وقع منه الحدث، أما اسم المفعول فيدل على ما وقع عليه الحدث، وأما الفرق الثاني فأن اسم الفاعل يشتق من الفعل المبني للمعلوم، واسم المفعول يشتق من الفعل المبني للمجهول، ويتفقان في أنهما يتلبسان بصاحبهما تلبس حدوث لا ثبوت، بمعنى أنهما لا يلازمانه. يصاغ اسم المفعول من الثلاثي المبني للمجهول بوزن مفعول مثل كتب مكتوب فهم مفهوم عشق معشوق شرب مشروب قيل مقول عدة معدود فإن كان معتل العين حذفت منه واو مفعول وكان على وزن مفعل فيما عينه ياء مثل مبيع مبيع مهيب مقيص مشيد وعلى مفعل فيما عينه واو مثل مقول مصون مروم مهول مسوق مقود به من غير الثلاثي ويصاغ اسم المفعول من غير الثلاثي المجرد على وزن الفعل المضارع المبني للمجهول مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر مثل مكرم معاهد منتزع مردد معظم متوقع محترم مستعمل مزحلق معرقل مغربل مزعزع ويكون ما قبل آخره مفتوحا كما هو ظاهر في الأنثلة القاعدة اسم المفعول صفة أو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول ليدل على ما وقع عليه الحدث حدوثا لا ثبوتا يصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي المبني للمجهول بوزن مفعول ومن غير الثلاثي بوزن مضارعه المبني للمجهول مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر تدريبات السؤال الأول أعين اسم المفعول فيما يأتي مبينا وزنه الذي اشتق منه قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة اثنان بسم الله الرحمن الرحيم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه ثلاثة فاصبر لحكم ربك ولتكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم أربعة فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق خمسة والله المستعان على ما تصفون ستة ذلك وعد غير مكذوب السؤال الثاني ضع اسم مفعول من كل فعل مبني للمجهول من الأفعال الآتية ثم أدخله في جملة مفيدة صب اعتمد عليه جلس أمامه انصب استرجع السؤال الثالث يتفق اسم المفعول مع اسم الفاعل في أمور ويختلفان في أخرى وضح ذلك مع التمثيل السؤال الرابع أكمل واحد اسم المفعول من الفعل صاغة نقط واسم الفاعل نقط اثنان يصاغ اسم المفعول من الفعل نقط أما اسم الفاعل فيصاغ من الفعل نقط ثلاثة مستثمر اسم نقط ومستثمر اسم نقط